جميلة ومضيئة جميلة ومضيئة النهاردة أنا لسه جاي حضراتكم من الإعلان عن الراعي الرابع الرابع للنادي الأهلي الراعي الرابع للنادي الأهلي قيمة النادي الأهلي والشكل الرائع اللي بيحصل في هذه المؤتمرات النهاردة كانت خطيب وهو بيتكلم لفت نظري ونظر كتير جدا جدا من اللي موجودين كمية التحدي اللي بيتكلم بها كابتا خطيب هتقولي تحدي هقولك قال إنه قال في الأول جملة هنسمحها بعد قليل الجملة مهمة جدا 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 قالك النادي الأهلي ان شاء الله حيفضل رقم واحد وكذا وكذا على الرغم من التحديات الكبيرة جدا اللي بتواجه النادي الأهلي على الرغم من التحديات الكبيرة جدا اللي بتواجه النادي الأهلي وقال أنا هقف عند النقطة دي وقالها مرتين أو ثلاث مرات على ما أتذكر يعني عارفين حضراتكم تحديات قد إيه علشان يظل دائما النادي الأهلي هو رقم واحد ويظل دائما النادي الأهلي الأول في كل شيء بجمهوره عمرنا ما حنروح نقول لكم بصوا العصفورة عمرها ما حتحصل وعمرها ما حصلت عمرها ما حتحصل وعمرها ما حصلت وقت المكاتل نتاج مش كويسة قلنا إنه فيه أخطاء وفيه كذا وفيه كذا وفيه حساب عسير للمقصرين وكل حاجة ده طبيعي جدا بالمناسبة لكن عمرنا ما بنقول على الخمسة جنيه عشر جنيه عمرنا ما بنقول كده ولا عمرنا بنفضل نعمل كده وخلاص فالنهار ده أنا آسف مش عايزة لإنه المنظر اللي جاي ده منظر يحتاج إلى التأمل وإن إحنا نبص على المؤتمرات الصحفية لتقديم الرعاة للنادي الأهلي الأول كانت الصلاة مصر واللي بعده كان بنكة بوزبي الأول مصر الثالث جيل سي للدهانات العالمية الرابع النهاردة شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني حاجة في منطقة رقي حاجة فعلا تدعو إلى الفخر قبل بس ما أتكلم عن هذا الأمر خلونا نسمع كلمة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الراعي الرابع للنادي الأهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وحضراتكم طيبين إن شاء الله تكون سنة سعيد علينا جميعا وعلى بلدنا بإذن الله وكل بلاد المسلمين بإذن الله الحقيقة النهاردة يمكن برضو من الأيام الحلوة جداً اللي بتمر فيه تاريخ النادي الأهلي أنا النهاردة زي زي أي مشجع أهلاوي ما بقى سعيد وفخور جداً بالنادي بتاعنا لما النادي بتاعنا أو نادينا يعني بيقى من حاجة كويسة أو دا من حاجة كويسة أكيد كلنا بنبقى سعاداء او يحقق اي انجاز او بطولة. ده بيحصل النهاردة. بيحصل النهاردة واحنا بنعي عن الراعي الرابع للنادي في الاهل ان شاء الله. لكن على المستوى الشخصي انا سعيد جدا وسعيد اكتر عشان مصطحب الاهل تتحقق. مصطحب النادي الاهل تتحقق الدمه. بيشتغل عشان النادي الاهلي وعشان مصطحب النادي الاهلي. وكمان عشان بيشاركها في المناسبة دي. هي شخصية عزيزة علينا جدا. وعاشق للنادي الاهلي هو الاستاذ خالد بن لادن. اللي احنا بنراحب بيه. ومنراحب بكل افراد العائلة الكريمة اللي مشرفيننا النهاردة. وكل الحضور من الشركة الرعية للنادي الاهلي مراسل. نراحة كمان بالاخوة الاعلاميين والمصورين واليحية والتواجد الكبير جدا اللي انا شايفه. منرحم بكل السادة الحضور. في البداية لازم نسكر ربنا سبحانه وتعالى. لانه بالرغم من الصعوبات الكتير اللي بتقابلنا. وانا بعني الكلمة دي. صعوبات كثيرة جدا بتقابل النادي الاهلي. بالرغم من الصعوبات دي والتحديات اللي بنواجهها. واحنا بنشتغل عشان نعظم مواردنا. ونوفر ونوفر احتاجات النادي. من نادي الاهلي يا جماعة ما عادش نادي واحد. نادي الاهلي النهاردة في الجزيرة. ونادي اهلي مدية نصر. ونادي اهلي الشيخ زايد. ونادي اهلي تجمع غير الفرع اللي احنا نادي اهلي يعني حاصل اسمه عليه اللي هو فرع الاصر. الفروع دي كلها او المنشآت الخاصة كلها بالنادي الاهلي. مع كمان الفرقة الرياضية اللي انا شايف كتير جدا من فرقة الرياضية موجودية. وانا بشكرهم جدا لحضرهم. ماشيين بنحاول ان احنا نمشي بالطريق الصح. ومنحاول ان احنا يعني نستكمل حتى الخطة الانشآية بتاعتنا بالطرق السليمة. وبانجاز يتحاكي عليه الناس كلها. واعتقد ان فروع النادي الاهلي والنادي يعني اللي ان شاء الله هو ريك جدا جدا. هيتم افتتاحه لو هو اهلي التجمع. اعتقد هو مفخرة لكل الانبياء الرياضية اللي ممكن تكون موجودة في الشرق الاوسط. مفيش حياة كده. مفيش حد. مفيش نادي في الشرق الاوسط عنده المنشآت دي. مفيش نادي في الشرق الاوسط عنده الفروع دي. النادي الاهلي عنده ده. النادي الاهلي كبير جدا. النادي الاهلي كبير بجماهيره. اولا بتوفيء الله سبحانه وتعالى. بجماهيره. بأعضاءه. بكل الرياضي اللي فيه. بكل الاجيال وكل مجالس الإدارات لتوجب على خدمة النادي الأهلي النهاردة احنا بنوصل لمرحلة الرابعة في ملاف الرعاية وده واحد من الملافات الرئاسية بالنسبة لنا بدأنا بشركة اتصالات مصر سمو بنك أبو ظبي الأول مصر وبعد كده جي ألسي والنهاردة بنعين عن شركة مراسم اللي بإذن الله هتكون الرائع العقاري الرسمي للنادي الأهلي لمدة أربع سنوات قادمة إن شاء الله احنا سعداء جدا طبعا بالتعاقب مع شركة مراسم شركة كبيرة في المجال العقاري وليها باع كبير جدا في مصر وفي الوطن العربي كله والنادي الأهلي زي عادته دايما لما بيعمل شراكة بتكون شراكة مع الكينات الكبيرة شراكة تعكس قيمة الأهلي وشعبية الأهلي اللي موجودة في كل أنحاء العالم وكمان بتعكس قيمة شراكاتنا اللي هما أيضا مؤسسات كبيرة جدا جدا وعشان احنا تكلمنا عن شعبية الأهلي نازم نتكلم عن جمهور النادي الأهلي لأنه جمهور واعي جدا جمهور عنده وفاء وعاصق لناديه جمهور عنده وفاء وعاصق لناديه جمهور بيعلم تماما كل التحديات اللي بتمر أمام النادي الأهلي أو مع النادي الأهلي احنا أكيد بنراهن على جمهورنا بنراهن عليه وحنفضل نراهن عليه لأنه دايما في ظهر نديه على المرة قبل الحلوة معاه وزا ما بيقولوا وأكيد جمهور الأهلي زي ما بيساند النادي وفرق النادي أكيد برضو جمهور الأهلي هي بيضور كبير مع شرقاء النادي الأهلي في الرعاية بتاعته وهنا كمان مش عايز أنسى الحقيقة وأشكر الشركة المتحدة للتصويق الرياضي المصوق الحصري لحقوق الرعاية والإخوة القائمين عليها ومش عايز أنسى كمان أشكر كل المؤسسات الوطنية في الدولة اللي بتساند كل الكينات النجحة تحت قيادة أساد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أرجع تاني وأرحب للأستاذ خالد بن لادن وأشكر شركة مراسم على تعاونها وحرصها على التعاقد مع النادي الأهلي وإن شاء الله تكون شراكة نجحة بإذن الله واتحقق مصلحة كل الأطراف بإذن الله أما بالنسبة بقى لين احنا وكلام ده لكل فرد في منظومة النادي الأهلي كل واحد ينتمر النادي الأهلي موجود لازم يا جماعة نشتغل بجد ولازم اللي احنا فيه النهاردة دوت يحفزنا أكتر مش يهبطنا مش نكتفي يحفزنا أكتر كل واحد مسؤول وببدأ بي أنا بنفسي وكل عظم عجل صدارة نشتغل للنادي الأهلي فقط لكل لاعب يشتغل للنادي الأهلي فقط لكل مسؤول في الإدارة التنفيذية يشتغل للنادي الأهلي فقط احنا كلنا الشغل ده بالشغل اللي احنا عايزين نعمله وان احنا نكون مصرين احنا عندنا إسرار كبير احنا نعمل شغلنا صح بإذن النادي النادي الأهلي يبقى رقم واحد اعتقد ان ده يعني نضاعف مجهودنا لخدمة نادينا بإذن الله عشان يفضل بإذن الله النادي الأهلي رقم واحد وبإذن الله هيبقى رقم واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب دي كانت كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في هذا الأمر وزي ما حضراتكم شايفين حاجة محترمة جدا الشكل العام لو انت قاعد بتتكلم أو لو كنت قاعد موجود وموجود في المؤتمر حتتبسط جدا 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 حاجة محترمة جدا كل ما حدث اليوم وقبل كده يدعو كل أبناء النادي الأهلي وكل محبين النادي الأهلي إلى الفخر باسم هذا النادي العظيم